ألغيت الجلسة المسائية العامة التي كانت من المقارنة عقادها مساء اليوم الأحد بسبب مواطلة وفد الرياض الذي انصاع للعودة للمفاوضات بعد توجهات من مملكة العدوان السعودية وقال مصدر مطلع على المفاوضات أن وفد الرياض ما يزال مستمرا في عرقلة استئناف المشاورات رغم إعلانه أمس العودة وعاد وفد الرياض إلى مباحثات السلام في الكويت بعد ستة أيام من تعريق مشاركته بعازم من الرياض وفور وصول الفار هادي إلى قطر حيث لم ينل الضمانات التي كان قد اشترطها سابقا وتراجع وفد الرياض عن الاشتراط الذي كان أعلنه رئيسه عبد الملك المخلافي كشرط لمعاودة حضوره جلسات مفاوضات الكويت والمتمثل بتوقيع وفد الداخلي على التزام الخطي لتنفيذ النقاط الخمس المنفذة للقرار الأممي الفين ومائتين وستة عشر واضطر المخلافي أمس السبت لإعلان تراجعه عقب ضغوط دولية قال إنها أرغمتهم على العودة إلى الجلسات كما أعلن المكتب الصحفي للأمم المتحدة أمس السبت تأكيد الفار هادي أن وفد حكومته سيعود إلى طاولة المفاوضات استجابة لطلب من قبل أمير قطر والأمير العام للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر